تطورات جديدة تزيد من تأزم الوضع بين بغداد وأربيل وتصاعد في حدة التوتر بين القوات العراقية والبشمرقة الكردية وتحسبا لأي تهديدات محتملة من القوات العراقية على محافظة كاركوكا الشمالية استقدمت أربيل ألاف المقاتلين الأكراد من قوات البشمرقة وحشدتهم داخل المدينة وفي أطرافها يأتي ذلك بعد أن نصدر مجلس أمن إقليم كردستان العراق بيانا يفيد بتلقي رسائل خطيرة بخصوص بدء القوات الاتحادية العراقية عملية عسكرية خلال الأيام الأخيرة باتجاه المواقع التي خسرتها عام 2014 وهي المواقع التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعي جنوب كاركوك واستولى عليها البشمرقة بعد انسحاب الجيش العراقي منها مقابل ذلك نفت وزارة الدفاع العراقية شن قواتها حملة عسكرية جنوب كاركوك وإطلاق أي عملية في اتجاه كاركوك مبررة ذلك بإجراء عمليات تطهير وتفتيش في المناطق المحررة وتأتي هذه العمليات العسكرية بعد رفض بغداد إجراءي حوار مع إقليم كردستان عقب تنظيم استفتاء الانفصال الذي تعتبره الحكومة العراقية غير دستوري ولا تعترف بنتائجه